موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة وبتجدد لقائي معاكم كل اسبوع النهاردة فيه اكلة حلوة قوي زي ما حضرتكم عارفين ان احنا منلف ونشوف ونجيب من ثقافات جديدة وثقافات مختلفة النهاردة جابلكم اكلة من ولاية في تيكسيز في اسمها بلانكيت بلانكيت عمل اكلة حلوة قوي اسمها بلانكيت ديفو بتتعامل باللحمة البتيلو تعالوا الاول سريعا كده نقول للمتونات مع بعض بلانكيت ديفو نص كيلو لحمة بتيلو متقطعها مكعبات نص لتر مية ربع كيلو بصل متقطع مكعبات روزماري كوباية كريمة لباني فاص طوم مفروم عود كرفس مفروم شوية زعتر فريش ربع كيلو مشروم مقدير للعجينة اللي احنا هنغطي بيها نص كوباية دقيق ربع كوب ملح كوباية مية للعجن كرفس وكرات وملح وفلفل ابيض وبست تحديدا في تيكسيز فيه ولاية اسمها بلانكيت مشهور قوي بالاكلة دي بلانكيت ديفو بتعمل بعدي الطرق بس احنا عملناها بطريقة حلو او طريقة بسيطة زي ما عودناكم دايما دايما احنا بنعمل الاكل بتاعنا بكل بساطة تعالوا نبتدي مع بعض نلبس الاول طبعا اولا انا بشكر حضراتكم على مطبعات كولينا والصفحة بدأت تزيد بيكم وبوجودكم معنا ويا رب دايما الاكل بتاعنا يكون عجبكم كل بساطة بنجيب حلة صغيرة دي للبلانكيت ديفو المرأة بتاعتي بسلق اللحمة كل بساطة عادي جدا اهي بحط مرأة وببتدي احط المرأة وبعد ما بحط المرأة بحط اللحمة بتاعتي مهمة قوي علشان ااخد طعم كويس قوي من اللحمة ان انا ابتدي اشيل الريم اللي موجود عليها اول ما تتسلق اللحمة البتلو من الحاجات الجميلة قوي ومن الحاجات كمان اللي هي مابتاخدش سوا طيب عاديين كمان نعرف ايه الفرق ما بين اللحمة البتلو واللحمة الكندوز اللحمة البتلو بتبقى افضل انواع من اللحمة البتلو عمر الحيوان لتجاوز التسع شهور دايما لونها ببقى زي ما حضراتكم شايفين احمر فاتح الليونة بتاعيتها متوسطة اما اللحمة الكندوز احمر غامق الليونة بتاعتها جمدة والالياب بتاعتها بتكون شديدة واسية وبتاخد وقت كتير في السوا طيب انا محتاج ان انا احط شوية اعشاب عطرية تعالوا نروح نجيب شوية اعشاب من الجنينة بتاعتنا افضل اعشاب موجودة عندي والحاجات اللي موجودة تبقى حلو قوي مع اللحمة نجيب شوية زعتر وشوية شوية روزماري وشوية زعتر حلو ايه طيب حط معاهم ايه شوية كرافس الورق بتاعها وهنسيبه طيب هنعمل ايه تاني هنعمل اللي عجينة اللي احنا هنغط بيها الطاجن بتاعنا بكل بساطة شوية دقيق موجودين اهم ومعاها ملح كتير جدا لان انا مش هحتاجي من العجينة انا مش هاكلها العجينة انا هغطي بيها مش اكتر من كده هغطي بيها الطاجن بتاعي تعايزها عجينة تكون اسيا طيب ايه السر بتاع الملح ان انا هحطه في قلب الدقيق معروف جدا ان الدقيق بيحتوي على حاجة اسمها الجلوتين الجلوتين ده هو اللي بيعمل له عملية عرق اللي بيقطاع العرق ده وبيخلي العجينة تبقى اسيا هو الملح ما بزود ملح بيخلي العجينة اسيا وتتقطها ما تتشدش وهبتدي عجينها عجني بسيط نجيب بولة اكبر حطينا طبعا الملح وحطينا الديق بتاعنا بحط الميا بتاعتي على قد ما حس ان العجينة بتلم معي عجينة بسيطة جدا نحط الميا بتاعتي واحدة واحدة في انواع كتير من دقيق فخليونا نبحاطين في الاعتبار ان الدقيق اما يجي نحط له الميا نحط له واحدة واحدة وعلى قد ما الدقيق بتاعنا يستوعب الميا بالمناسبة فيه ناس بتحط للبلانكت ديفو بيحطوله صفار بيد انا بحس ان هي بتبقى كلاسيكية قوي وبس مش مقبولة يعني بتاعلوا الميا بتاعتي بدأت تغلي اهي ريحتها تجنل رغم ان هي ماخدتش وقت الله بجد جميلة طيب تعالوا بقى هورو حضراتكو على حاجة لو مخرجنا الجميل يورينا الحتة دي تعال بص اهو الريم ده هو ده اللي انا بشيله اهو هنشيل فيه كتير اهو اهو نشيل الريم ده الريم بتعلق في التوقيت ده مش هنغطيها هنسيبها زي ما هي كده ونشيل دول نكمل العجل بتاعت دي محتاج ان هي تاخد شوية مية كمان وخلونا كمان نستابل التليفون ده مدام كريمة عليكم السلام ازاي حضرتك عامل ايه? عامل ايه? الحمد لله تماما ربنا يخليكي على سيفة كده ان فيه اكلة مختلفة اه فيه اكلة كمان ان احنا ما اتطرحتش قبل كده في برامج وعملنا الطريقة حلوة اوي انا لفة ببس فتحة يعني ويخاتتني اه لكن طبعا فتح لها واضح ان هي اكلة مختلفة وجميلة اوي من ثقافة الصعي اللي انتوا بجد تتناولوها في البرنامج جميلة جدا اه احنا كمان عندنا يعني اه فيه البرنامج الشرق بتاع استاذة غادا والبرنامج بتاع استاذة كريس برنامج سحي ايو طبعا من امتبعيهم دايما والله بجد يعني تناوع وحاجات متعبدة جميلة ربنا خليكي اولا ده انا عندي فقايب اتفضلت تحت امري بالنسبة اه لموضوع اللحمة لما بيبقى في نفس بيقولوا ان هي يعني نشوفها او نخسلها قبل التدفيلة وقبل التلق وقبل الكلام ده طبعا انا عن نفسي مش مع الموضوع ده بس انا قلت اسألك انت برضو شدنا بمعلوماتك هقولها حضرت اللحمة ان هي تتغسل قبل ما تستبدل وتستلق ولا اني انا عن نفسي انا عارفة ان درجة الغلايين لما بتوصل لمعدل عالي كده كده البكتيريا او اي حاجة بتكون ضرق فبتنتهي عليها صح كده الكلام هو حضرتك انا حس ان انت درسة طبخة او درسة لا انا بس هاوية بس موضوع الضهي وخصوصا اني برضو ايه يعني عندي ابني اللي هو تعبين مريض تكتر طبعا ربنا يشفي الجميع الواحد بيحاول ان هو يكتهد ان هو يعرف بس ان هقول لحضرتك على حاجة مبدئيا ما فيش اي لحوم حمرة بتتغسل اللحوم البيضة بس هي حتى ولو اللحوم المجمدة لا ولا اللحوم المجمدة اه بتفكد اه بتفكد الفيتامينز بتاعها وكمان بتفكد بيوقفيها زي زفورة لكن اي لحوم بيضة بتتغسل طيب زي الفراخ زي اراني اتفضلي اه بالنسبة برضو للخضروات لما بنيجي نعمل الاكل بنسويه وكده تمام انا عارفة ان ننفعشي قطر غلايان او تسخين الاكل تمام اه السيدة بتاعة الخضار بتنفقدها بتسخين الاكل مرة واتنين بالزبط فهو الصح ايه ان احنا نحتفظ بالاكل لو مثلا عندنا اه ولما نيجي نسخنه طريق التسخين وان احنا ناخد كل وقت بقى او كل فرض يحتاج اللي هو عاوده ويستخن لوهده كده طحة ولا ايه طيب بصة هقول له هنضلتك على حاجة مبدئيا ان احنا لما بيكون عندنا طرق طهي سليمة وطرق تسوية مظبوطة بنحافظ على اكتر وقت ممكن للاكل بتاعنا والعمر الغذائي بتاعه غالبا الشلف لايف او مدة الصلاحية بتاعة الاكل بتبقى موجودة عندي في التلاجة مش اكتر من ثلاثة ايام طيب لو انا عندي الحوم او لو عندي حاجة فيها مرأ زي كده اولا بستخدم معاها ان انا اغليها كويس جدا وبعد كده اجي اكلها طيب قبل ما اغليها بقى طريقة الحفز بتاعها ما ينفعش تكون الحاجة عندي تكون صخنة قوي وابتدي ابردها تبريد على مراحل لازم يكون التبريد بتاعها تبريد مفاجئ اعمل لها زي عملية صدمة او زي عملية بسطرة فانا دلوقتي لما ايجي مرة واحدة ابرد الشربة دي فهتبدأ تاخد معايا وقت طويل وعمر طويل لان انا خلاص قتلت للبكتيريا مرة واحدة ده رقم واحد طيب لو انا عندي مثلا خضار ابتدي اتعامل معها ازاي لو انا عندي الخضروات اللي هي الحاجات الخضرة زي حضرتك ما شايفة دول يا ريت استاذنا الجميل يورينا الحاجات دي الخضار ده الخضار ده معمول حاجة اسمها بلانشير يعني ايه بلانشير؟ علشان هو حافظ على شكله ولونه وكمية الفيتامز اللي موجودة فيه بجيب مية سخنة ومية سععة متلجة بسلق وبعد ما بسلق لكن مش بسلق سل للنهاية بسلق سل بسيط جدا يدوب اخده صدمة وطلعها احطه في مية بتلج يبتدي معايا عمر طويل دي درجة حافظ الخضروات اقدر اعمل ايه بقا بالخضار ده؟ لو انا حافظه في الفريزر عندي اطلعه يفك يعمل حاجة اسمها الديفروست مش ان انا اسلقه تاني يعمل حاجة اسمها الديفروست يفك التجميد اللي فيه وبعد كده ابتدي اتعامل معايا في شربة او خضار لو انا مثلا عندي بامية لو انا عندي مثلا فاصولية خضرة اعملها مع السوس الطماطم وهكذا فافضل حاجة ان انت تستخدم الخضار بتاعك او تستخدم حضرتك الخضار بتاعك الفاصولية الخضرة شوية السوس الطماطم يبقى عندي موجود موجود في قلب الفريزر اطلعه يفك اهم حاجة يفك يعمل دي فروست مش ان انا اخليه يفك على النار وبعد كده اعمل شوية السوس بتوع الجمال معاهم الخضار وبقال فهنا اشفه لحضرتك هي ليسا معانا ولا قفلي طيب طيب يا رب بطون افات حضرتك طيب احنا العجينة بتاعيتنا جاهزة نقدر نطلع فاصل طيب هنطلع فاصل شغير ونرجع لكم استنونا ايوا تروحوا في اي حد موسيقى رجعنا لكم بعد الفاصل اللحمة بتاعيتنا تستويط بقى شكلها حلو قوي والريحة بتاعيتها كمان تجل من الطاصة حطينا طاصة بكل بساطة هنحط شوية زيت صغيرين قوي الزيت ده زي ما حضرتكوا شايفين هناخد البصل لمكعبات الجميل ده الله ريحة البصل والطقطق او الحاجات الجميلة دي شوية مزيكة شوية كرفس صغيرة شوية كرات التوم المش شوية جسد صغيرين قوي بحط دايما التوابل بتاعتي على الطاصة وهي سخنة بتديني كل وكل الريحة وكل الزيوت العطرية اللي موجودة في قلب الحاجة انا شامي ريحيتها من هنا متدهاني مع السخنية بتخلي ريحيتها تجنن متوحتها هحط معاها كمان شوية فلفل ابيض علشان هنحط لها كريمة شوية الملح الجمال يدوب خدوا شمطة كده صغيرة هبتدي اخد اللحمة بتاعتي اللي موجودة هنا وهتكمل تسويق اكلة حلوة قوي وجميلة قوي ممكن استخدمها بلحمة كندوز وممكن استخدمها بلحمة آآ لحمة غنم ممكن استخدمها كمان بالفراخ ده انا عايز اقولوك على حاجة كمان بعد ما هنضيف اللحمة اه بعد ما هنضيف الكريمة اللباني هنطعم بايه بقى حد يقولي هنطعم بالشربة دي نلفها كده لفتين حجوين ونبتدي نحط الكريمة بتاعتنا وهتسوي في قلب الكريمة الله طيب في ناس بتربط الموضوع ده بحاجة اسمها زبدة ليزون زبدة ليزون بتاخد اصفر بيد انا مش قابل الاصفر بيد لان احنا ثقافتنا عايزين نقرب قوي الثقافات بتاعتنا الثقافات اللي برة نجيبها هنا في مصر والمصر الاكل بتاعنا رغم ان الاكل اصلا اساسه تركي وعثماني ومصري خلينا انه بقى نشرح الموضوع ده في حلقات تانية كتير ان الاكل اصلا اساسه مصري طيب نطعم بايه بقى نطعم بشوية البيون او الشربة دي نجيب كبشة صغيرة طيب كل بقى الفوائد اللي نزلت من اللحمة الجميلة قوي دي والطعم الحلوة قوي ده هيتحط فقال دي كده ده فيه كمان شوية لحم هنا متتخبئين بتطهم نحتاجها شوية ملح صغيرين وممكن كمان نحط معاها شوية ورق لورة في حاجات الجميلة دي انا عايز ادوق بصراحة في عندي معلقة هدوق بس السوس والماشرون بتاعي صعمها صعمها الجميل هو استاذنا الجميل هيجي يدوق معنا بعد الفاصل طيب دي محتاجة ايه محتاجة ان احنا نحطف الطابين ده وهنقفلها بالعجينة بتاعتنا خلينا نشول الحاجات دي كلها ملاش لازمة عشان نتفرد على دلع اللحمة دي تعالوا العجينة لينة شوية هنديها شوية دقيق وفي نفس الوقت مستريحة اهي عايز اوري حضراتكو على حاجة بقى العجينة نفسها اللي انا قلت لحضراتكو عليه بصوا بتتقيتها يعني اهي بصوا العجينة بتتقيتها هو ده اللي انا عايزه مش عايز العجينة تموت العجينة بتاعتي بتتقيتها حلو قوي كده تعالوا نحط العجينة دي على الطاجين ده بعد ما نعمل دي الله هنغطيها هي لسه طبعا فيها تكاية صغيرة التكاية هنعمل العجينة بتاعتنا هنفرد العجينة بتاعتنا بكل بساطة عجينة عادية خالص دي مش هنأكلها انا بفرد بايدي علشان لو في في البيت عندي مفيش نشابة لكن انا عندي نشابة وعندي حالات كتير بس انا بحاول ابسط الدنيا كلها بالتأكد بحاول ابسط الدنيا كلها انفرد العجينة محصلة كل البخار ده بقى فيه نفس الموضوع ده بتا امريكا بيعملوه بس بفراخ وبيعملوه حاجات كتير جدا بتحط معاه وين وبيشليها تعالوا بس نيفرت دي لو عندي حتة مفتوحة ولا حاجة اه بنسد كل حتة فيها فراغات كل العجينة دي كود لها هتقفش تعالوا هبرو لحضراتكم حطها في قلب الفرد تعالوا منشوفا نحطها موسيقى 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 يليم يدول بس موسيقى موسيقى في عندي ليكو أكلة حلوة قوي الأكلة دي أنا لاني مشهورة قوي في روسيا آه بتحكرنا طبعا بحاجات جميلة المنتخب بتاعنا وكان وجوده وكان وجود مشرف طبعا رغم اللي حصل لكن اللاروش صلط أو الصلطة الروسي ليها كيمة جيرة قوي في روسيا خصوصا في الجو الساعة اللاروش صلط تعالوا نقول المكونات بتاعتها مكونات بتاعتها نصف كيلو خضار مشكل كوباية ميونيز ملح وفلفل أسود بطاطس مسلوقة وأنشوجة وكوباية فصولة حمرة وفيها كمان بيد مسلوق وأنشوجة تعالوا نشوف هنعملها إزاي صلطة بسيطة قوي وفيها حاجات حلوة كتير طيب مهمة قوي إن احنا نعرف إيه البطاطس أنواع البطاطس اللي ممكن أستخدمها في سواء في السلق أو سواء في التحمير طيب أنا بالنسبة لي السلطة دي فيها كل عناصر الغذائية فيها بروتين وفيها كمان فيتامين وفيها الكاربوهضرات اللي موجودة في قلب البطاطس يعني الكاربوهضرات اللي هي المحتوى النشوي طيب بس أنا عايزة أقول لحضراتك على حاجة مهمة جدا أنا لو عايزة أجيب بطاطس للألي أو عايزة أجيب بطاطس للطبخ ودي كتير قوي إحنا بنقع فيها لما أجي أشري بطاطس هقليها أعملها شبس للولاد أعملها بطاطس صوابع فرينش فرايز أجي ألاقيها بقيت لونها مسود وتترة يبقى شكلها مش حلو وفي نفس الوقت ما تدينيش نفس الطعم وفي نفس الوقت والعكس كمان لو أنا جيت حبيت إن أنا أطبخ بيها وتلعب بطاطس للتحمير ولاقيها طعمها مش حلو ومستوية بتستوي وبتتهري طيب أقدر أفرق ده ما بين ده وما بين ده إزاي تعالوا ورع حضراتكم على حجم طيب أولا إحنا بنعمل ده كله علشان خاطر حضراتكم إن أنتم تستفادوا بأكتر حاجة ممكنة دي بطاطس تحمير ودي بطاطس طبخ الفرق ما بينهم نوضحهم ممكن نحطهم هنا نجيب بلانشا بلانشا بيضة نوريهم لحضراتكم قادي التحمير وقادي الطبخ إيه الفرق ما بينهم تعالوا نجيب سكينة كل بساطة هنعمل دي كده دي فتحة ودي مسفرة طيب لو أنا اختلف علي الأمر وحسيت إن أنا الموضوع بقى مختلف معايا ولما جبت البطاطس بتاعتين أعمل فيها إيه طيب بصوا هنا وهنا هنا هتحس إن هي طرية شوية هنا هتلاقي نشفة هنا بصوا طرية ممكن كمان أقدر أقشرها بإيه دي قشرتها ضعيفة جدا القشرة بتاعتها ضعيفة طيب بعيدا عندها بالعين إن أنا ما قدرتش أفرق ما بين ده وده لو أنا جبت بطاطس وحطيتها في البيت وعايز أحمرها وحسيت إن هي فيها شك فهامل حاجة بسيطة جدا هجيب بولة فيها مية بعد ما أشر البطاطس هحط البطاطس بتاعتي في قلب المية لو تلعت فوق وش المية للتحمير لو تلعت ما تلعتش فضلت تحت تبقى البطاطس زي فيها مستوى الرطوبة أعلى البطاطس زي تبقى لإيه للطهي أو للطبخة تعالوا تشوف البطاطس بتاعتنا سلقناها دي البطاطس بعد ما السلقيت ودي شوية الخضروات هنأمل إيه هنضيف الخضروات دي مع البطاطس مع الميونيز مع الفصولة الحمرة وهنقلبهم مع بعض الخضار بتاعي زي ما أنا قلت لحضراتكم إن أنا لما سلقته أنا ما بحبش الخضار اللي موجود أو مجمد في قلب السوبر ماركت بحس إنه هو بيفقد القيمة بتاعته الغذائية فأنا بعمل إيه وكمان بحافظ على اللون ده زي ما حضراتكم شايفين ما ببقاش فيه كمان مية كتير بعمل إيه بجيب الخضار بتاعي حط شوية مية أسلق الخضار بتاعي نص سلقة أطلع الخضار أحطه أعملوا عملية صدمة ومية بتل مع البطاطس البطاطس طبعا مقطعها قريبة جداً لتقطية الخضار بحط الفصولة الخضرة بتاعتي الفصولة الحمرة الفصولة الحمرة إن الحاجات اللي فيها بكمية بروتين نباتي تجني بحب قوي الزيت بتاع الأنشوجة الأنشوجة الزيت اللي موجود فيها اللي متخلل فيها نفسه بيدي طعمه وريحة حلوة قوي بدي شوية فلفل أبيض شوية ملعة سلطة بسيطة قوي ممكن كمان أبدي شوية بابريكا لو أنا عايز خليها تبقى فيها سموك أو ليها ريحة التدخين بابتدي أقلب من شكل له كل مكونات باقي متساودة حلو قبل تعالوا كمان احط المايونيز بتاعنا مهانا مهلقة شوية ممكن أحط كمان مايونيز فيه مايونيز دلوقتي لايت ممكن أعمل أحط لو أنا مش عايز أحط مايونيز خالص لو لو أنا هعمل دي لأطفالي ممكن أعملها بالزبادي ممكن أعملها باللبنة بالساور كريم ممكن أعملها بشوية كريمة لباني سلطة بكل بساطة نجيب حاجة نغرفها في قلبيها هنغرفها من شكل ده نعيلوا ناخدها كده شرطة الروس من الحاجات الجميلة قوي والممتعة قوي وبحس إن هي كمان فيها الالوان بتاعتي أنا بحطتش مايونيز كتيرة علشان أحس بشكل الالوان اللي موجودة ممكن كمان أضيف مش شرط الخضروات دي كلها ممكن أحط الخضروات اللي أنا بحبها نقلع الجوين كده وهناخد البيض بتاعنا من شكل ده ممكن نعمله وجه في عندي كمان بيضة هنا بيض مسلوق ممكن بالمناسبة معملش بيض مسلوق ممكن نعمله دي تكسرت شوية أخد النص ده اللي تخلي شكله أحسن الأنشوغة بتاعتي الأنشوغة ده كمان الأنشوغة بتاعتي ممكن أقطعها بالشكل ده ممكن أقطعها وخليها آآ الوانة حلو قوي ومبهجة كمان فيها طاقة إيجابية تعا نحط دي هنا كده الاكل ما بيحلوش غير بالحلو. بس الحلو مش نعرفه غير بقى الفاصل. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما قلنا ان الاكل دايما لازم يبقى فيه حلو. والحلو بتاعنا النهاردة كنافة. بس كنافة بالمانجا بالمناسبة لكن مش باي منجا. شفنا كتير وشفنا حاجات كتير قوي لكنافة بالمانجا بس بطرق مختلفة. هنعمل حاجة اسمها كنافة بكيورد المانجا. كيورد دي طريقة تسوية وطريقة عمل سوس. تعالوا نقول كده المكونات بتاعتنا سريعا. نص كيلو منجا متقطعة قطع صغيرة. نص كيلو كنافة. ربع كيلو سكر بودرة. معلقتين سامنا بلدي. كيورد المانجا بقى هنعمله ازاي. نص كيلو سكر. 100 جرام منجا متقطعة مكعبات. وكبات عصير منجا. وتمانية اصفر بيد. وربع معلقة ملح. و100 جرام زبدة. تعالوا نبتدي سريعا كده. كنافة بتاعتي علشان انا اعملها بطريقة حلوة ولزيزة. بجيب الكنافة بتاعتي زي ما حلواتكم شايفين. باخدها. انا مش محتاج منها غير شوية اصغرين هعملها. ببتدي اعملها بالشكل ده. حط عليها سكر بودرة. انا عايزة بس تكو حمى. ننبس لها جوينتي. طبعا عملنا الكنافة بالمنجا بمناسبة موسم المنجا الجميل. وليها فواية كتير بس يعني محدش ياكل منها كتير. محدش ياكل منها كتير علشان فيها نسبة املاح كتير. احنا حطينا شوية سكر بودرة. وشوية سمنة بلدي معلقتين السمنة البلدي. طيب انا هاخد الكنافة دي مش اكتر من ان هي تتحمر وتاخد لون دهبي. ونعمل الكيورد مع بعض. تعالوا نحط الكنافة بتاعتنا. اه نبس كمان على العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا بدأت الله خلاص. نشفت اهي. نص دقيقة ونطلع بيها. طيب. الكيورد للمنجا. هنعمل كمان شوية. سيرب هنحطه. مش محتاج عسل كتير. وبياخد شوية سكر بس. عايز السكر بتاعي ما يتعقدش يا دوم. ده اللي احنا هنسقي دي المنجا بتاعتنا الجميلة. كده خلص. هانا وشفت. طيب. تعالوا بقى هنعمل ايه? هنعمل حاجة حلو قوي. ننقص بس شوية. بعمريه مية او حمام بخار. دي الكيورد اللي احنا هنعملها. بولة بسيطة قوي. هنحطها هنا. ومعاها البولة دي. طيب. هنحط. سفار البيض. زي ما حضراتكم شايفين. وهبتدي اضرب بكل بساطة. اول ما حس ان خلاص بدأ يربط معايا. او حس ان هو تقل في قلب المضرب. بابتدي احطله الزبدة بتاعتي. دي حاجة اسمها الكيورد. الكيورد ده ممكن احطي معايا. اه معايا مادام نادية صادقة البرنامج. الو. مساء الخير ازاي حضرتك? ازايك عامل ايه? وحشيني والله. والله وانت كل سنة وحبثك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. وعبال مية سنة يا ربك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فاني. مع لسه عندي ظروف والله بتخليني وقت البرنامج مش موجودة والله انا ملحقتك جيت والله. احنا احنا منتظرين حضرتك. انا وكل كس البرنامج كلنا. والله ده نعم الناس والله. والله انت تعمل الناس كناه جميلة والبرنامج جميل. ربنا يخليك. بيسلمه على حضرتك جدا وبيتمنه على السحي. ربنا يخليك. اه النهاردة بعمل منجة. ايوة. حلوة قوي. هتعجب حضرتك. جميلة. لازم. لازم تدربين. انا لسه والله دخل مع ليس. لا ولا يهم. الله يخليك يا جلال. كل سنة وانت طيب للمرة تانية ان شاء الله. وحضرتك طيبة. وتحياتي لكل كس البرنامج. شكرا. شكرا. ان شاء الله. شكرا. متشكرة مع السلام. حطينا كيورد المنجة وحطينا معايا السكر بودرة. بصوا تقل ازاي. ده اللي هيبقى جوه. المنجة. هنحط كمان معايا شوية سكر. بتاعوا كمان نروس على كنافة بتاعتنا وصلت لايه? كنافة بتاعتي بدأت يحمر. ده اللي هيحط في قلب الكسات بتاعتي. حلو قوي. ده كيورد المنجة. تعالوا نجيب كسين هلوين قوي زي دول. هنجيب معلقتين. تشوف معلقة زي كده. ده اللي هيحط في الارضية عندي طعمه حلو قوي ويجنن طريقة جديدة حاولوا تجربوه. ممكن كمان نقدر نجرب ده في البرتغان نعملوا بنفس الطريقة دي. عايزة بص كمان على ده كمان خلص. تعالوا نشيلوا. ده كمان ممكن نحطروا. حطينا. القسطون. كمان ممكن نحطروا. حطينا. قليها قدام حضراتكم من شكل ده. حطينا شوية كحول خلى زي ما حضرتكم شايفين. تعالوا نفتحها كده مع بعض. نشوفها. من جوة عملت ايه? نفتحها. نشوف بقى العيينة دي. همشي الدول كمان. اكلة حلوة قوي وممتعة. كنافة بتاعتي مش عايزة اخليها تبقى لونها آآ غامق قوي عايزة تبقى بيضة زي الكنافة العثمان ليه. تعالوا نبص عليها. الله بدأت 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 تلاون. انا مش عايزها تلاون. هنبتدي نحط شوية الكنافة بتاعتنا. كطع المنجة. المنجة حلوة قوي. الايام دي. وهناخد كمان شوية كنافة هنا. شوية. شوية بقى كورد. هناخد كمان شوية كمان. هناخد كمان شوية كمان. كمان شوية كمان. موسيقى اشتركوا في القناة الحلوة هنا شوية سيرب ناخدهم لي بس معلقة ممكن نحط عسل ابيض لو حضرياتكم مش عايزين خلونا بقى كمان نشيط دول يلا وخلونا نروس حاجتنا نشيط دول زي ما عوضت حضراتكم يارب تكون الحلقة عجبتكم عملنا الاكل بتاعنا بكل بساطة وبكل طريقة سهلة وممكنة عملنا اللروس صلط بطريقة حلوة قوي مع المايونيز وعملنا في البلانكيت او البلانكيت ديفو وعملناها بطريقة حلوة قوي وعملناها بالعجينة العجينة مش هتتاكل حطينا معاها كمان شوية كحول وانلعنا خلينا يبقى فيها ريحة التدخين وعملنا المانجا الكيورد يارب تكون حلقتي عجبتكم وتنال عجبكم ورضوكم تابعوني دايما على الصفحة وسنى حضراتكم بكرة سلام الله عليكم باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة